استقبلت جوامع مملكة البحرين المصلين لأداء صلاة الجمعة بعد انقطاع لنحو عام بسبب الأوضاع الراهنة التي يعيشها العالم حيث توجه المصلون بالشكر والعرفان لجلالة الملك المفدع على توجيهاته بعادة فتح الجوامع والمساجد مؤكدين على التزامهم واتباعهم كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة التي وضعت للتصدي لجائحة كورونا فرحة رسمت مع مطلع الشهر الفضيل وأنباء خير بدأت تتحقق في قلوب أهالي مملكة البحرين بعودة صلاة الجمعة في الجوامع مع وجود الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصحية من أجل مجابهة وباء كورونا فهذه البشرة السعيدة التي حظي بها من يقطن على هذه الأرض المعطى وكانوا ينتظرونها بفارق الصبر زفت لهم بتوجيهات من سيد جلالة الملك المفدى حفظها الله ورعاه مع أول جمعة من شهر رمضان المبارك بعد انقطاع ما يقارب عام بسبب الأوضاع الراهنة التي يعيشها العالم ما يؤكد على الحرص على إحياء الشعائر الإسلامية على الوجه الأمثل مع ضمان الحفاظ على سلامة المجتمع صلاة الجمعة واكتمال شمل الصلوات في المسجد ورجوع الجمعة والجماعات نشكر جلالة الملك وفريق البحرين الوطني وجميع من ساهم في رفع هذه الجائحة ومدافعتها عن بلادنا الحقيقة ندعو أيضا أخوان المصلين إلى الالتزام ومن شكر الله عز وجل شكر النعم يعني ودوامها أن نحفظ هذه النعمة وأن نساهم أيضا في محاربة هذا الوباء وذلك بالتزامنا الالتزام التام في هذه المساجد كي لا تغلق في وجوهنا بمخالفة بعضنا نشكر جلالة الملك على التوجيهات أن نفتح المسايد والحمد لله رب العالمين للأمور تيسرات وإن شاء الله دوم وسلامك الله بالنسبة حق فتح المسايد أول ما أن ديشهني إيجا يكون التلفونية إيجا يكون السيادة إيجا يكون المبارسين الكاموان والحمد لله أمور طيبة توجيهات الالتزامية من جلالة الملك أسلق لصدرنا جميعا جدا وكنا مستنينها من زمان لكن إحنا كنا مقدرين حضرته أنه كان خايف على سلامة الشعب بتاعه وعلى سلامة المواطنين أو المقيمين على أرضها وده شيء فرحنا جدا أول مجال أمر إحنا كلنا احتفلنا جدا وعملنا الاحترازات وطلبنا ومجتمع واعي وخدنا التطعيم عشان بيوت الله دي بتتنزل عليها الرحمات خصا في يوم الجمعة فإحنا نشكر حضرته نتوقه له بخالص الشكر لأنه أتح لنا هذه الفرصة نحن نلتقي مع الله سبحانه وتعالى في بيوت الله وده فرصة عظيمة جدا لكل الناس رواد الجوامع يأكدوا على أن يضعوا في اعتبار هذه التوجيهات الملكية السامية وعلى عاتقهم مسؤولية وطنية واجتماعية ودينية تتمثل في ضرورة التعاون مع القائمين في الجوامع والمساجد للالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المجتمع لا شك أن الخطوة التي اتخذها ملك البلاد عسى عمره طويل كانت خطوة جدا إيجابية لأنه هناك التقاء لجميع الجنسيات في المملكة ليس لبحرانيين فقط فهذا الكل يخطو هذه الخطوة لأنه يوم الجمعة يوم مبارك للجميع ولمسلمين أجمع فكانت خطوة جدا موفقة من الملك عسى عمره طويل نشكر جارة الملك على هذه الخبر المفرح بفتح المساجد للصلاوات اللي هي كل الصلاوات وصلاة الجمعة ونرجو من المواطنين أنه يكونون قدم مسؤولية في الاحترازات باللبس الكمام والإحضار السجادة بخاصة لكل شخص ونشكر المستسمة لأوقاف لمتابعة هذه الأمور والمتطوعين للتأكد من كل مصلي أنه متعافي أو أنه محصن جميع من يأتي لأداء الصلاة يرى هذا التعاون والتكاتف بين أفراد المجتمع ما يجعله متأكدا بأن تعاضد المجتمع ككل مع فريق البحرين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية سيقود الحياة لطبيعتها كما أن التزام المصليين بالإجراءات والتعليمات دون تهاون يساهم في منع انتشار الفيروس والحفاظ على صحة وسلامة الجميع إضافة إلى الاستمرار في أداء العبادات الجماعية لفتة أبوية إنسانية رسمت الفرحة والسرور في قلوب أهالي مملكة البحرين عبر تلك التوجيهات السامية من قبل سيدي جلالة الملك المفدأ حفظه الله ورعاه لتؤكد على حرصه الشديد على دور العبادة في أجواء آمنة وخالية من كوفيد-19 وسط إجراءات احترازية ووقائية حفاظا على صحة وأمن المجتمع طلعنا في مركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر